السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معكم الكوتش والمولي فاسكة حسن دائما في اطار البرنامج او الفيديوهات الخاصة باساسية الكوتشين التمهيدية احنا فعلا شتنا مجموعة هذه الاشياء احنا غادي نخطبوه ان شاء الله في هذا الفيديو بالاسئلة في جلسات الكوتشين حيث فعلا حيث نعرفو من ركائز الكوتشين هي الاسئلة ولكن ليست الاسئلة فقط بوحدها كافية مجموعة هذه الاشياء اللي تتخدم في الكواليس اللي ما تعرفوش بلوزي او كوش اللي تيدخول للميدان اللي تيوري الاسئلة احنا المهارات طرح الاسئلة ارى من المهارات المهمة جدا جدا في الجلسة الكوتشية وهنا بدنا نتكلمو على الاسئلة بالضبط علاش احنا من الاخطاء اللي ممكن انتفادوا وانتفادوا ما خصش نطرح السؤال من البداية الجلسة الى نهاية الجلسة هادو من الاخطاء الشاشعة التي يديرو لكوتش مجموعين احنا ما خصناش نطرحو ذاك السؤال كأننا تنديرو استنطار كأننا في مركز او في مركز ديال الشورطة لاحظنا دونك هنا الى بديتنا نخدمنا هذه الاشياء يكون عليه يقين فالاسئلة غادي تولي في ذاك الجلسة كأنني را تندير واحد تحقيق مع ذاك الشخص سؤال جواب سؤال جواب وهنا ما غاديش تحقق الفائدة لا بالنسبة لي انا ككوتش باش نحقق واحد النجاح مع ذاك الكوتش وبالنسبة حتى الكوتش وهنا تقول لي تشويس على الجلسة وتيقلام المواطيات ديالا هذي نقطة بوهبة هو الاسئلة انواع الاسئلة اخوانا اخواتي كرام كي الاسئلة لي هي اسئلة تركيز على الحل وكي الاسئلة تركيز على المشكل فمتي هذا هو تنسمي احنا علش تنركزه يجب ان نشوفه حيث احنا دائما تنحسبه لك الشخص التي يجي ارى هو خبير في حياته بالترجة اللولى ثانيتان بانه تنحسبه ايجابي وهنا لجينا نحطه احنا اسئلة اللي نركز فيها على المشكل ارى مشكل انا شوفوا مثلا اعطيكم مثلا اسئلة تركزوا على الحل ماذا تحب ان ترى ماذا تحب ان تشارك كيف تشعر حيال ذلك مثلا ماذا تتعلم من هذا شي حاجة لي بوزيتيف كيف يمكن ان انتقل من هذا الوضع الاخر ما هي الخيارات ما هي الخطوة الاولى اللي بغتي تدير هادو اسئلة اللي امر قلت لي ماذا حادث بانه بحالة حمله هو مسئولية تولي دافع من هو مسئول على هادشي تنقولي انا يعني اوه خصاك متلا خصاك تعرف شنو تدير وخصاك تركز اعلاش وقع هادشي كأنني تنتهمه شكون يفعل ذلك شي انا ما يلعق هادو اشياء اللي تركزوا على المشكل لك هادو ارى نقطة مهمة جدا جدا اخواني اخواتي الكرام في الاسئلة وحنا ما ندخلوش الاب 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 الروحي دي الاسئلة هو سوكرات متنقول الاسلوب السوكراتي في طرح الاسئلة شي اخر لك هلاش حيث سبحان الله الاسلوب السوكراتي الفيلسوف عنده حوار منظم وهذاك الحوار منظم هو دائما كانت هي هدف مطرح السؤال باش ينمي المهارات تفكير دي الاسئلة لك الشخص لحنا لك هنا وباش متا تكون واحد الممارسة وحنا قرأتين ضمن هادشي باش حنا تنجي ونطرحوا الاسئلة الهدف دي لنا باش يوصل هو باش نرفعوله الواعي باش نمي المهارات تفكير دياله باش نمكنه ذاك الشخص باش يوصل الهدف دياله كذلك كان سوكراتي دي لاتيقول لك الاب الاول اللي كانت يدين كوتين او سوكراتي يعني اللي تيمكن دك الطلاب باش شي هو تيراجع الافكار دياله فوريا ميزور بطريقة منطقية اه تحدد الصلاحية ديال الافكار واش خدام المافكار وحنا دائما تقول الافكار ديالنا يلتا تعطينا نتائيش وفي هذا الاسلوب هنا دائما هو كانت يشارك سوكرات يعني الحوار مع الطلبة اللي في الغالي تيمكن تحتدك الدور ديال الصامت وحنا دائما نقوله راه الصمت في الجلسة راه مو فيه جدا راه نعطينا مهلة الاخر لغات الصمت مهمة هادو هادو علاش حيث من تدقون ديك اللغات الصمت لاخرتي يزيد يفكر اكتر الاخرتي يدخل يتعمق في الاشياء دياله احنا غادي نتقول لكم انا بعض الاسئلة اللي فعلا سوكرات كانت ينكيش بما يسمى الاسئلة التوضيحية هادو مثلا تعطينا سواء مثلا تعطيك سواء ماذا تتكلم معه تقول له اشنو تتقصد بهذا الشيء ماذا تتقصد بهذا الشيء ماذا تتقصد بهذا الشيء يعني او التحلية واش ممكن لك التحلية الشيء بطريقة اخرى او باسلوب اخرى او بسيارة اخرى ما تدركوا لي اشنو تتعتقش مستكلي تخلقناها المشكلة الاساسية او الرئيسية واش ممكن تعطيني مثال احنا سيئلة تندلو انما يفلكوشين ترتبو اللغاتي انترولو تنتبه وتنخدبوه بواعي واش ممكن لك توسع فاد النقطة اكتر واكتر باش نفهم معك راحنا كي نعوداني سئلة حول واحد المشكلة مثلا نعطيك مثلا ماذا يقول لك فلا بغيت الهدف كده وكده باش نحقق تقول لي لماذا يعتبر هاد الهدف مهمة بالنسبة لك او لماذا يعتبر هاد السؤال مهمة بالنسبة لك واش هاد هاد الهدف بالنسبة لك صعب ام سهل باش نوصله ليه لماذا تعتقد ذلك احنا تنتم لديك المشكلة اشنا الافتراضات مثلا اللي ممكننا نقدمها على اساس هاد الهدف يعني حد دائما تقولك افتراضات ممكن تكون صحة ممكن خطأ ممكن تحطوا افتراضات حتى تبدو تنبدا نفلتر واش هاد السؤال تي اديك الواحد المشكلة احنا احنا اسئلة وضحية اشنا اسئلة حول واحد المشكلة اولية او لا هدف اولي دبك انت اسئلة الافتراضية ماذا مثلا اه ماذا هاد السؤال اللي قلتي اش انت افترد نوصل به مثلا ماذا يمكن انا افترد بدلا من هذا السؤال امنين تنتكلموا على الاسئلة الافتراضية اه ممكن تنتحول نقول ليه هنا واش تتفترض بانك تتقول كده وكده واش انا فهمتك بالشكل صحيح علش قلتي امتلك بالطبط هاد الافتراض ماذا يمكن ان نفترض بدلا من ذلك هاد السؤال اللي تنخدموا بهم يعني هاد السؤال الاسئلة مهمة جدا مهمة جدا جدا كين عاوتاني اسئلة السبب والدليل مثلا علش اعتقد بنا هاد الشي حقيقي عشان معلومات اللي محتاج لها واش ممكن تنتحلي السبب هاد الشي احنا باش احطنا دليل حي توقع دليل تعرف رسول فين غادي وكينا مثلا تنعرف اصدل يعني اصل تنقول الاسئلة الاصل المصدر منيجي بتعدي البيانات منيجي بتعدي نتائج منيجي بتعدي هاد القضية اشنو اللي دفعك باش تحس بهاد الطريقة قصي نعرف الاخد مثلا اه واش هادو هما هاد الشي اللي واش هاد شي سمعته مشي واحد قريب واشي واحد بعيد مثلا هل تشعر دائما تبهد طريقة هل تكتب اسئلة عامة اسئلة تردو للفعل النتائج هذه هذه معروفة اذا حدث هذا فماذا يحدث كنتيجة لذلك اذا وقعت شي اشنو اذا احطت القضية اشنو وقعنا وكين اسئلة وجهة النظر شي اخر لانه اه كل واحد يقول الرأي ديالو هنا اخواني اخواتي كرام هنا رأي سئلة كتيرة كينة كينة احنا جينا ندخلوا يعني في اطار ديال المقابلة هي باش ندروا مهارة المقابلة رأي ديك اخواني اخواتي كرام رأي دورة اخرى اللي تنخدموا بها اللي تنخدموا فيها مهارة الاصغاء مهارة اعادة النص مهارة الاستضاح مهارة عكس المشاعر مهارة المواجهة مهارة التفسير مهارة عكس المحتوى اشياء اللي تتخدم بشكل عميق نكتب فيه بهذا القادر نتمنى بان اوصلت لكم في هذه عشرات الفيديوهات يعني واحد لكم هائل من المعاريف باش تستفدو منها نتمنى قدمتها لكم باش شكل اللي هو مبسط اكتر اكتر باش تعم الفائدة على كل اشخاص ودائما انتظروا الفيديو الاخير شوفوا عفاكم حد فيه بعض الاقتراحات من تسمع الفيديو احنا ضروري محتاجين واحد تلخيص ديالك ولو افرنس ورقة اش نستفدي من هذه الدورة اللي حصلت عليها ودك الساعة ممكن نتمي اشياء اخرى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة